اهلا وسهلا فيكن من جديد خلصنا صيف وبلشت الشتوية هلا وبلشنا بالدرس العاشر هلا وتابعوا معنا اليوم عنا الدرس العاشر من ضمن سلسلة فيديوهات مقاومة المواد وننمزج ونحاكات باستخدام برنامج Solidworks راح نعطيه بشكل بسيط راح نعرض اليوم كيفية حساب الاجهادات والازاحة وكمان ردود الافعال الناتج عن تأثير قوة خارجي لبروفيل على شكل حرف i طبعا هذا بيمر معنا كتير يعني بالانشاءات المدنية وبيان تأثير شكل البروفيل على الاجهاد والازاحة ومقارنة النتائج مع المحاضرات السابقة اليوم حاطين صور حلوة نتشكل فريق الاعداد نص التمرين احسب ردود الافعال والعزوم وكذلك اجهاد الانحناء والازاحة الناتج عن تأثير قوة شاقولية لجائز مسبت من طرف وحر من الطرف الاخر ومقطعه بروفيل كما هو مبين بالشكل هذا هو الشكل قال لك هون ايش في قوة بنهاية الجائز مطبقة شاقولية نحو الاسفل معناها في عنا رد فعل بالمسناد بعاكسه الطول الف وخمسمائة ميلي متر ابعاد الشكل البروفيل اي معطية معنا فالفكرة راح تكون متل المحاضرات السابقة متل الامثل السابقة قانون تعويض قانون تعويض هون يكاتب لك اذا علمت علمت ان مادة الجائز هي خليط الحديد ومعامل يونج للمادة هو كذا حل التمرين على انتو فيكن بما انو نحنا عملنا امسي لشبيهة قبل ما تفوتوا على حل التمرين تجربوا تحلوا على ورقة وقلم وبعدين تشوفوا الحل اللي نحنا هلاك راح نمشي عليه وتقارنوا رقمكم بالرقم اللي إلنا اللي حسبنا نحنا هون عندنا ردين فعل رد على محور y ورد على المحور x على الحساب ردود لأفعال نطبق المعادلات التالية نفس المعادلات المرقب معناه هي مجموعة قوة على المحور x بساوز صفر ما بيطلع فيه أي قوة على المحور x على المحور y قلنا نحنا فيه عنا متخالفين بالاتجاه مع تالي الif y بي ناقص الف وخمسمية سعر صفر وحسبنا الif y بي على مجموع العجوم حول المسند بي بساوية القوة ضرب البعد بيطلع الف وخمسمية ضرب واحد ونصف وعن كل المعطيات بيطلع معناه العزم بالنيوتون ضرب متر هاي بتركزوا عليها كتير هاي بتيجي حتى بالانترفيو بيسألوكم شكاد واحد العزم بالنيوتون ضرب متر هاي القوة بالنيوتون والطول بالمتر فركزوا عليها حتى انا اجيتني بالمقابلة العمل تبعي هلا كهون القوة قوتين وهذا الرد الفعل هون القوة المطبقة فهذا الحل باستخدام السوليد ووركس ومنلاحظ انه نفس الرقم اللي حسبناه الفين ومائتين وخمسين وبالسوليد ووركس طالع معنا الفين ومائتين وخمسين والضرب عشرة ثلاثة نيوتون متر يعني هو نفس الرقم حساب اقصى اجهاد هنا سيجما بساوي العزم على زد حيث العزم ما طمعنا الزد هو عامل المقطع بساوي الزد بساوي اي على سي العزم العطالة والعزم العطالة بيعتب القانون B ضرب H ناقص هاي المساحة ناقص هاي المساحة وهي B PH صغيرة B PH صغيرة هون على اثنين 12 بتجمعين بيطلع BPH يعني هاي المساحة زال هاي المساحة نوع طيات تعويض ناتج العزم العطالة بالميليمتر بس اربعة سي بساوي بعد النقطة عن المحور المحايد يعني سي بساوي القطش على اثنين 69 ميليمتر الزيد الزيد بساوي الاي على السي وبالتالي بتساوي الرقم هذا 79 513.6 ميليمتر للتكعيب طب حسبنا الزيد حسبنا الام شو بقي عنا السيجما السيجما مقسمنا على بعض بيطلع معنا الاجهاد الانحناء بساوي 28.29 ميجا باسكال يعني هي نيوتون على ميليمتر للتكعيب دققوا على موضوع الواحدات وتحويل الواحدات يعني هي بالامتحانات بشكل عام كتير بيعملوا تحويل الواحدات بيسألك بواحدة بدك تطبق القانون بواحدة تانية اختبار اليك بيكون بحكي عن كل الجامعات يعني ما عم حدد عن نوع جامع معين يعني حساب الازاحة الناتجة فنحن القانون اللي بدنا نطبقه هو من الجدوان الو بي ال للتكعيب على ثلاثة اي بعزم العطالة هون نشارحين لك شو معنات الرموز حيث ان في الجدول هي نفسها القوة الخارجية في مثالنا وهي اف طيب بيبقى علينا نحن نشرح ونعوض بالقانون هلا ال اف مثل ما قلنا الف وخمسمائة نيوتون ال ال بساوي الطول هو الف وخمسمائة مليمتر ال اي عزم العطالة حسبناه وال اي معطى معنا بالنيوتون على مليمتر المربع منحط بقى الف وخمسمائة ضرب الف وخمسمائة للتكعيب على ثلاثة ضرب واحد ميتين وعشر تالاف ضرب الرقم هاد بساوي واحد فاصل ثمانه وستين مليمتر الى رح ننتقل نحن لالسوليد ووركس اشتركوا في القناة